مرحبا معكم إبراهيم زجوم من فوفلاي دوت كوم في هذا الفيديو الجديد الذي سنتعرف فيه على طريقة تحويل ملفات الورد لبيد ايف باستعمال الجوال فقط سنستعمل تطبيق اوفيس من شركة مايكروسوفت وهو طبيق مجاني متوفر للايفون والاندرويد ويمكن تحميله من المتاجر الرسمية اول شيء سنقوم به هو محاولة او سنقوم بتحميل ملف ورد من الانترنت دعونا نبحث عن اي شيء مثلا الصلاة مثلا الصلاة دوك اكس مثلا نريد تحميل ملف ورد من الانترنت فدعونا نحمل هذا الملف سننقر على تنزيل سيتم تنزيل الملف بطبيعة الحال اعتقد تم تنزيله او هذا موجود هنا دعونا ننظر ان كان هذا هو الملف نعم هذا هو الملف فبطبع الحال عند تنزيل الملف سيذهب للملفات هنا دعونا نعودل الوراء طبعا التنزيلات هنا اسمها 24 نوض هنا فنعم هذا هو الملف فسننقر عليه لفتحه بمجرد نقر عليه بطبع الحال سيتم فتحه متطبيق الوفيس تطبيق الوفيس اه هو هذا موجود هنا اه هذا التطبيق الوفيس يمكنكم تحميله من المطاجر الرسمية كما قلت لكم فتم فتح التطبيق اه هذا كما تشاهدون الان هو بصيغة الورد كما تشاهدون يعني التطبيق عفوا الملف بصيغة الورد فنحن لتحوله لملف بي دي اف فسأقوم بالنقر على هذه الثلاث نقاط الموجودة في الاعلى بعد ذلك سأنقر على تصدير سأختار بي دي اف ثم سأختار اريد المكان الذي اريده مثلا ثمرات الصلاة سأختار له العنوان وأريد ان اختار المكان الذي اريد حفظ الملفات فيه لدينا جوجل درايف اذا كان جوجل درايف المثبت لديك لديك وان درايف كذلك هنا بالنسبة لخدمة تخزين من ميكروسوفت ولدينا كذلك يعني تطبيقها الملفات فسأختار تطبيقها الملفات لانني اريد ان اقوم بحفظه على الايفون الخاص به يمكن ان انشئ مجلد جديد بالنقر على هذا الرمز زائد الموجود هنا فانا سأختار هذا الفولدر ملفات بي دي اف ثم سأنقر على نقل طبعا سأنتظر ليتم حفظ الملف بصغة بي دي اف تم حفظ الملف بنجاح الان لو ذهبت لي الملفات وذهبت لي المجلد ملفات بي دي اف الذي قمت بتسجيل وحفظ الملف فيه سأنقر عليه ستلاحظون انه لدينا تمارات صلت هنا بصغة بي دي اف ويمكن ان اقوم بمشاركته على فيسبوك او على جيميل او غير ذلك لمشاركته يكفي النقر على رمز المشاركة او عقونة المشاركة هنا في الاسفل ثم تختار وسيلة المشاركة التي تريدها مثل فيسبوك ميسنجر واتساب للأعمال واتساب العادي جيميل او البريد الالكتروني الى غير ذلك هذا كل ما يتعلق بطريقة تحويل ملفات الورد لبي دي اف على الجوال للمزيد من الدرس والشرحات يمكنكم دائما زيارة اشتركوا في القناة